وبركاته موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في دوري نايل والقنوات الناقلة معنا الزمالك يستخدم مورقة جديدة لحسب ملف تجديد عقد زيزو الزمالك وراحة 24 ساعة بعد المشاركة في اتزال خالد حسين والعودة من ليبيا معنا كمان بديل محمد شحاتة في تشكيل الزمالك بعد اصابته مع المنتخب والزمالك يحتفل بعيد ميلاد ناصر منسي نتمنى لك عاما مليئا بالاهداف الحاسمة وكوستا سعيد لزهوري الاول مع زمالك ولكوني جزءا من افضل نادي في افراقيا ابدا الغيني جيفيرسون كوستا مدافع الفريق الاول لكرة القدم بنادي زمالك سعادته بزهور الاول له بالقميص الابيض خلال ودية الفريق امام النصر الليبي وشارك المدافع الغيني مع زمالك الاول مرة مع الفريق في ودية النصر الليبي والتي اقيمت يوم الجمعة في مهرجان اعتزال اللعب الليبي خالد حسين وسجل هدف فريقه الوحيد وقال جيفيرسون كوستا في تصرحات للمركز الاعلامي لنادي ازمالك سعيد بالزهور لأول مرة مع الفريق وتسجيل هدف خلال المباراة رغم انها ليست مباراة رسمية ولكنها تدفعني للافضل واضاف المدافع بعد المباراة والمشاركة شعرت انه يمكنني تقديم اضافة لفريقي ومساعدته في المباراة بافضل ما يمكن الفترة المقبلة والهدف الذي سجلته يجعلني اكثر استعدادا للحصول على فرصتي اكبر للمشاركة وتبع ان المدير الفني جوزي جوميز ساعدني كثيرا على التأقل مع الفريق ودائما ما يمنحني التعليمات الخاصة بواجبات مركزي لأكون قادرا على المشاركة بشكل اساسي ثم اختتم كوستا تصريحاته ساعد للغاية لكوني جزء من افضل نادي في القارة الافراقية واشكر جماهير الزمالك على رسائل الدعم التي تصل لي نروح لأيد ميلاد ناصر منسي ونقوله نشرت الصحيفة الرسمية لنادي الزمالك صورة لناصر منسي لعب الفريق احتفالا بعيد ميلاده وعلقت السوبر منسي نتمنى لك عاما مليئا بالاهداف الحاسمة كما عودتنا من جانبه قال ناصر منسي انشك بلا قائد الفريق من اساطير القرى المصرية مؤكدا انه لا يوجد معه اي خلافات وما يصار حول هذا الامر غير صحيح ده مين اللي بيقول الكلام ده ان في مشاكل دايما بين اللعيبة وعايزين يوقعوا اللعيبة في بعض اللجان بتاعت الاخ بيبو لجان بيبو ما هم شغالين بس مش بيركزوا في البطولات بتاعتهم اللي بيجيبوها بالحرام لا مش بيركزوا في اللعيبة بتاعتهم ويأهلوهم كويس لا بيركزوا في نادي الزمالك اللي قدامهم الخصم المنافس العنيد اللي دايما ما هزقهم بيركزوا فيه وفي لعابته شوفوا الادارة يوقعوها في بعض شوفوا اللعيبة يوقعوها في بعض يشوف اي حاجة المهم اللي جان شغالة 24 ساعة لكن يشوفوا النادي بتاعهم ويحاولوا يصلحوا او يصلحوا من حاله لا ما عندهمش السياسة دي سياستهم زي ما تقولوا كده تحت بير السلم مش عايزين نقول لفظ تاني نحاسب عليه طيب بيقولك ايه ما فيش اي خلافات وضف منسي ان الشيكبالة اخير اكبر ولا يوجد اي خلافات معه وهو من اساطير الكرة المصرية احترمه واقدره جدا وكل ما يصار عن وجود خلافات غير صحيح على الاطلاق وتابع الحمد لله اصير بخطة سابتة مع نادي زمالك من اجل اسعاد جمهور القلعة البيضاء وتوقعت البدء بشكل اساسي في مباراة سموحة وربنا اكرمني بالتسجيل واكمل ان لدينا مباراة مهمة امام النصر الليبي وبعد ذلك الدوري وسأركز فيهم لتقديم افضل مستوى لدى ولدي واعد جماهير القلعة البيضاء انني سابزل قصارى جهدي الفترة القادمة من اجل جلب البطولات للقرعة الحمراء واصل ان جزيج جميز مدرك كبير جدا ودائما يمنحني اثقى واشكره على ذلك واتعامل مع اللعبين جيدا كذلك اشكر عبدالوحيد السيد مدير القرعة لذي يتعامل معنا كاخ خلي بالكو فيه قبل كده كمان طلع على الجزيج جميز اني نادي الزاملك مش عايزه اني نادي الزاملك مش واثق فيه طب متتكلم عن كولر بتاعك البطيخة اللي مالوش اي تلاتين لازمة ولا بيعمل اي حاجة الحكام هما بس اللي بي بيزكوه انتو متعرفوش كده ولا اي الحكام بس لولا الحكام بعد ربنا طبعا ما كانوش انتصروا بس بتزور بس ربنا يا حسابهم في الاخر ما تفتكروش ان الانتصارات الحرام دي هتدوم لا 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 طيب نروح لبديل محمد شحاتة في تشكيل الزاملك بعد اصابته مع المنتخد يجهز الجهز الفني لفريق الزاملك بديل محمد شحاتة نجم الفريق الذي تعرض للاصابة في العضرة الضامة خلال تواجدها في صفوف المنتخب الوطني خاصة ان اللعب احد العناصر الركائز الاساسية في خطة البرتغالي جوزي جوميز المدير الفني ويدرس جوزي جوميز الاعتماد على خدمة اللعب الشاب محمد السيد في وسط الملعب خاصة بعد ظهوره بمستوى جيد مع منتخب الشباب فضلا ان اللعب مقنع للجهازة الفني في الفترات التي يدفع بها في المباريات في سياق المختلف قرره مسؤوله نادي الزمالك زيادة راتب البرتغالي جوزي جوميز المدير الفني للفريق القروي وجهازه المعاون في عقده الجديد بما يتناسب مع العطاء الذي يقدمه الخواجة مع القلعة البيضاء منذ قدومه على رأس القيادة الفنية يعني اغبطوا يا اعلام احمر ويخفوا شوية عن جوزي جوميز وخليكو ركزه في كولر بتاعكو البطيخة الفضية ولا البطيخة الارع وينوي مسؤوله نادي زمالك عقد جلسة مع جوزي جوميز بعد العودة من ليبيا للاتفاق فيها على روتوشي النهائية على تجديد التعاقد خاصة ان ادارة النادي تلمس مقدار التطور الذي ظهر عليه الفريق مع جوميز رغم الظروف الصعبة فعلا جوميز ادى اداء مميز جدا وان شاء الله يثبت اقدامه مع الفارس الابيض بعد نتائج المميزة اللي حققها مع الفريق ده بالنسبة لجوزي جوميز الزمالك اعطى راحة 24 ساعة بعد المشاركة في اعتزال خالد حسين والعودة من ليبيا منحى نادي الزمالك الجهاز الفاني بقيادة البرتغالي جوزي جوميز لعبي الفريق راحة 24 ساعة عقب العودة صباح امس الى القاهرة وبعد المشاركة في مهرجان اعتزال نجم القرى الليبية خالد حسين بمواجهة نادي النصر الليبي والازي يقوم يتعلم ملعب شهد بنينها وهي المباراة التي يخسرها الابيض اتنين واحد خليهم يكسبوا لان دي مباراة اعتزال فالطبيعي ان النادي المضيف يخليه يفرح لانه هو اخر ماتش لي في الاعتزال اعتزال خالد حسين استغرقت رحلة الطيران حوالي ساعتهم الليبي الى مطار سفينكس الدولي واشعرق الزمالك في مهرجان اعتزال نجم القرى الليبية خالد حسين ويستعد الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري بستاد الجيش ببارج العرب بالنسبة لورقة جديدة لحسب ملفة جديد عقد زيزو عايزين نعرفها الكل دلوقتي في الساحة بيتكلم عن زيزو الزمالك والاهلي الاهلي قبل الزمالك لان الاهلي بنار شويتين قول ثلاث شويات قول كل شويات الاخ شربة كان طلع لنا قبل ما يطردوا من القناة قيل لنا قولا واحدا قولا فصل زيزو وفتوح في الاهلي تعال يا عم شبير كده ادولوا على افا وقولولوا قولا واحدا زيزو في الزمالك يا حبيبي تراهن ادارة نادي تراهن ادارة نادي الزمالك على ارتباط جماهير القلعة البيضاء بأحمد مصطفى زيزو نجم الفريق لسه دامك ورقة للضغط على اللعب طبعا تراهن ادارة نادي الزمالك وخايفة من الجماهير لولا كده كانت بعته من زمان عشان كده بتطلق بلونات اختبار مرة يقولولك عايز الردبه بالدولار مرة يقولولك عايزين ستين مليون دولار مرة يقولولك عايزين سبعين مليون دولار مرة يقولولك لا هو مش عايز يلعب خالص للزمالك هو عايز يحترف كل ده نفا زيزو بكل قوة وبكل جرأة لان زيزو قبل ما يكون لاعب قلتلكه فهو فلما يبقى من جمهور نادي الزمالك ولاعب كمان في نادي الزمالك صعب او حد يضحك عليه وصعب او حد يضحك على الجمهور ويقولهم ده عايز كذا لان هو طلع واكد ان هو الرغبة الاولى والاخيرة لنادي الزمالك ودلوقتي والده طالع يكذب كل كلام تقال ان هو طالب ردبه بالدولار في السوشيال ميديا اهبطوا شوية عن اللاعب اهبطوا شوية عن انكم تلبسوا الفانيلا بتاعتكم الفانيلا الحمرة وخليكم في حالكم شوية ابعدوا عن اللاعب ونتمنى من ادارة نادي الزمالك تحسن ملف تجديد العقد ده عشان كله يحط لسانه في بقه ارتبط زيزو بعلاقة قوية مع جماهير نادي الزمالك وده اكيد يعني هو لولا جمهور نادي الزمالك لولا ان هو قاعد في نادي الزمالك وقاعد دلوقتي لولا هو عاشق لجمهور نادي الزمالك لان الادارة دي ما يتقعدش معاها ثانية الادارة دي بتطفش اي لاعب في النادي مجاني لكن ده جاب لهم فلوس بقه كله زغلل مع انهم رجال اعمال المفروض شابعنين يعني انا مش عارفين ايه اللي هما في ده بيقولك جماهير نادي الزمالك بتعتبره ايقونة طبعا ايقونة واحد العنصر الركاز الاساسية للفريق لما ساهم فيه من انجازات خلال الفترة الاخيرة وحقق لهم العديد من البطلات بمساعدات زملائي مش بس كده لانه وفي ومخلص لنادي الزمالك والجمهور نادي الزمالك والجداد احمد مصطفى زيزو رغبته بالبقاء داخل القلعة البيضاء وتجديد عقدي ايمانا منه باكمال مسيرته مع الفريق والتي حقق فيها العديد من الالقاب الانجازات وكشف مصدر ان اللعب ابدى رغبته الاولى والاخيرة مجددا بالبقاء داخل نادي الزمالك وتجديد عقدي ولكنه ينتظر جلسة مسؤول القلعة البيضاء وانه كل ما يدار على ان هو طالب عقده بالدولار لا اساس له من الصحة وكل ما يدار ان هو ان الاهلي بيتفاوض معاه او بيتكلم معاه لا اساسة له من الصحة وهو عمره ما هيفكر في يوم من الايام انه هيتفاوض مع النادي الاهلي او يلبس فانيلا غير فانيلا نادي الزمالك فاخبطه شوية واعملوا لنفسك وكرامة يعني طلعيني النادي الاهلي يقولولك الاهلي ما بيفكرش ابدا في انه اتكلم معاه الا بشروط يا سلام ده انتوا كمان عايزين تتكلموا معاه وبشروط ده علشان وراته وشروهم شوية علشان ماء الوجه علشان هو قالهم مرة واثنين وثلاثة انا مش هلعب لكم يعني شوفوا يعني زبالهم كم مرة ولا دهم اي اهتمام فازاي بيبوا عنده حرقان من الموضوع وكله عنده حرقان من الموضوع ده ازاي لعب يرفض نادي زي النادي الاهلي كله بطولاته حرام نادي البطولات نادي الاوسمة والشعارات نادي خطف اللعيبة الكل عارف ان النادي الاهلي ما بيعرفش يلعب الا لما يفرغ الاندية التانية من لعبتها وإلا لما يعمل مشاكل حولين النوادي التانية لكن ما بيركس في النادي بتاعه لا هو كل تركيزه ان هو يصدر للناس مشاكل بالنسبة للنادي التاني سواء هو او اعلامه في جميع القنوات في جميع القنوات لما تبقى نادي قناة زي قناة الاهلي حطت فيها شوية مرتزقة ما لهمش اي 30 لازمة ولا واخدين اي شهادة وبدالما يتكلموا في اخبارهم لأ برضو مفيش عندهم محتوى لشان تعرفوا انهم مفلسين ضيعين بتكلموا في اخبار نادي الزمالك وكلها اخبار زائفة علشان يشوشروا على جمهور نادي الزمالك وعلى لعيبة نادي الزمالك فالكل فهمهم طبعا لان زي ما قلتلك جمهور نادي الزمالك مش قطيع وان شاء الله الايام اللي جاية هتبين لنا قد ايه زيزو متمسك بنادي الزمالك مش محتاجين نشوف الايام اللي جاية هو اثبت لنا مرة واثنين وعشرة فالمفروض ناسبت له بقى ان احنا محتاجينه بقدر حبه وبقدر حاجته للنادي الزمالك لكن مش هيفضل يقول لهم النبي تحددوا جالسة علشان تجددوا لعقدي هم هم مستنين اصلاحنا مستنين لما انتو بتعملوا ايه وهو مش جالسة النطق بالحكم لازم نحدد لها ده جالسة النطق بالحكم بتتحدد اسرع من كده انتو كل شغلكم انكم تقعدوا في مجلس الادارة تحلوا مشكلة اللعيبة وتجددوا عقود اللعيبة وتوفروا فلوس لنادي الزمالك مش جايين تتاخدوا فلوس من نادي الزمالك ممكن هنعمل ايه نتمنى الخير لنادي الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر من ساعة نتقلت الكلمة دي وهما محرؤين منها لان هما شايفين انهم فوق الجميع فوق الجميع فوق الجميع تحسنها طيارة فوق الجميع تحايا كبيرة النادي الزمالك كبيرة لجمهورة السمالك المثقف المحترم الواعي